موسيقى مشاهدين الكرام أو في الوطنية الأولى مساء النور أهلا وسهلا بكم تقريبا درجات الحرارة وصلت نسبيا مرتفع على كامل البلاد القصوى لسجنها كانت من بين 23 إلى 28 درجة بالشمال وبالمناطق السحلية اليوم بتونس العسمة سجنها 25 كانت من بين 30 إلى 36 ببقية الجهات ووصلت محليا إلى 38 بالجنوب من ناحية الحركية الرياح كانت تقوية بالمناطق السحلية ورتب عالية ميزة الأجواء كما لاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي تقصي اليوم كان مغيم جزئيا بأغلب المناطق ليلة يتوصل ظهور السحب المرتفعة بأغلب الجهات والتي تكون أكثر كثافة بالجنوب مع نزول أمطار محلية الرياح تبقى قوية قرب سواحل وبالجنوب وثيرة للرمال والأتربة ودرجة حرارة ليلة تكون من بين 18 إلى 22 درجة بالشمال وبالوسط ومن بين 22 إلى 26 بالجنوب يوم الغد إن شاء الله تتوصل درجة حرارة تقريبا في نفس النسق يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار بمناطق الجنوب ولتشمل تدريجيا الشمال والوسط بعد دور حرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تصل إلى مستويات 28 درجة بتنس العصمة 27 بزغوان وبنابل أقل ببنزرت وبباجة تقريبا في مستويات 25 درجة نتوقع بجندوبا 26 32 بسليان 28 درجة عفوا بالكاف بمناطق الوسط بالنسبة للقيروان 39 درجة 34 بسوسة 35 بالمونستير 32 بالمهدية 37 بسيدي بوزيد وبالقصرين حرارة القصوى تصل إلى 34 درجة بالجنوب بسفيقس 35 40 بقابس 41 بمدنين 40 بتطاوين 41 برمادة 40 بالبرمة وبيكبلي 38 بتوزر و36 بقافسة مع ظهور أشهر محليا بمناطق الجنوب بالنسبة للملاحة والسيد البحري يتواصل أعلام بهبوب رياح قوية سري المفعولة رياح التي تكون بقوة 7 إلى 8 من سلم بوفور ما يعادل 28 إلى 40 عقدة بسواحن شمالية منطقة السيرات وخليس تونس سريح تكون من قطع الغربي سرعتها من 25 إلى 35 عقدة وتتقلس حدثها وفعليتها بعد ظهر تقريبا تتروح من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون شديد الاثتراب فمطلب بخليس حمامات وبجية الساحل رياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 25 إلى 35 عقدة والبحر يتواصل هائج وشديد الاثتراب بمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس سريح تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة وتتقوى فعليتها بعد ظهر تقريبا تتروح من 25 إلى 30 عقدة وتتجه لتكون شمالية شرقية البحر يكون مضطرب إلى شديد الاثتراب كالعادة ناخد فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بنقشة سماء صافية والحرارة تقريبا تصل إلى 31 درجة أمتار بالدربيضاء وبربات 19-22 بالجزائر سحب عبر بيترابلوس والحرارة تصل إلى 33 درجة تقس في استقرار بالقهرة 32 حرارة مرتفعة بالبقاء المقدسة تصل إلى 40 بالمدينة منورة و42 بمكة المكرمة بالدوحة سحب قليلة 37 تقس حار بأبوظبي 41-29 بدمشق سماء صافية بالكويت 36-24 ببيروت سماء صافية أيضا بعمان 27 درجة بعد سحب بغداد 37 وبالقدس الشريف تقس في استقرار والحرارة في مستويات 25 درجة حالة تقس ببعض المدن الأوروبية بإسطنبول 26-26 بموسكو خلايا راعدية مع أمتار بفيانا 29-26 بأثينا تقس ممتر بروما والحرارة تصل إلى مستويات 27 درجة 26 بأمستردام مع أمتار 26 أيضا ببرلين وسماء صافية بكوبنهاجن والحرارة تقريبا في مستويات 21 درجة بلندن سحب كثيفة مع أمتار 22-21 بباريس أمتار أيضا بجونيف 19-17 بستوكولم سحب عبر أمتار مواقة راعدية ببروكسل 24-19 بمارسيليا أمتار راعدية 17 بمدريد وأمتار راعدية أيضا بلاشبونة والحرارة تصل إلى 18 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليل قادمة يوما لخميس الرياح تكون ملقطع الغربي على كاملة البلاد قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلها داخل البلاد تقريبا درجة حرارة قصوى تتروح من 23 إلى 27 درجة بالشمال وبالمرتفعات تكون من بين 28 إلى 30 ببقية الجهات وتصل محليا إلى 36 بالجنوب تقسيكون أحيانا كثيفة سحب بأغلب المناطق مع نزول بقايا أمتار بالمناطق السحلية في الصباح بالنسبة ليوم الجمعة الرياح تكون ملقطع الغربي بالشمال الشرقية بالوسط وبالجنوب تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلها داخل البلاد درجة حرارة ممكن تعرف انخفاض طفيف ويتواصل ظهور سحب عبر على كاملة البلاد والتي تكون أكثر كثافة بالشمال وبالوسط مع نزول بعض الأمطار والبحر يكون مضطرب بكافة مزالتنا البحرية أوقات الشروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة و14 دقيقة وغروبه في الساعة السابعة و17 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرز الجوي تروا دوبلي في بوميتيو بونتيا تبعثوا رساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 884040 شكرا على حصم متابعة الاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر